مرّة أخرى أعزائي المشاهدين في برنامج عصر الأباء يتكلم هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا وهو معنى الحب الحقيقي الفضائيات امتلقت بأغاني كثيرة جدا عن معنى الحب الحقيقي والعالم كله يحب يسمع عن قصص الرومانسية وقصص الحب حتى لو امتلقت الشاشات الفضائية بكثير من أفلام العنف لكن ما زال داخل الإنسان فطرة حقيقية عن الحب وفيه اللي بيحتفل بالحب وفيه العلاقات الحب وفي آخر وقت للأسف سمعنا في المحكمة العليا في أمريكا أنها بتتخذ قرار بتعريف الزواج مرة أخرى في المجتمع الأمريكي بأنه الزواج بين شخصين وأنه يعني ليجل وأنه قانوني ممكن راجل وراجل أو ستة وستة دوازهم وكان الشعار اللي الوقت ده انتشر هو الحب قد انتصر وللأسف واحد في منصب كبير جدا وهو رئيس الدولة نفسه قال يعني بنشكر أنه آخر الوقت الجهة أنه الحب في النهاية ينتصر لكن الحقيقة بيقول الأب بمثل مسكين مقوله في غاية الروعة عن معنى الحب الحقيقي بيقول الحب الحقيقي هو الموت الحقيقي عن العالم هو صلب الزات وبيستشهد في كتاب كتاباته بالأم سموئيل في تعليم الأباء في التعليم للمبتدئين وكان بيحكي بيقول أن أباه علمه كيف يقول نعم وحاضر وأخطيت وهذه الجملة غاية في البلاغة ويستطرد ويقول ويعلق على ذلك إن إكرام المسيح وتمجيده لا يقوم إلا على أساس رفض قاطع كلي لأي كرامة أو مجد للذات وأي مديح وتزبيح حقيقي لشخص غير المسيح وأي تزبيح ومديح لا يقوم إلا على أساس رفض كل مديح للذات وأي حب حقيقي للمسيح لا يقوم إلا على أساس بغضة الزات بمعنى بغضة المشيئة وكل ملزاتها وراحاتها وعوايدها ومسراتها بالرباطات الترابية الكاذبة ونشرح كلام ده فبيقول بيستطرد بعد كده بيقول أن الزات التي لم تمت لا تستطيع أن تحب بمحبة المسيح فالحب الحقيقي هو موت الزات إذا حبينا نعرف تعريف إيه هو الحب الحقيقي؟ هو موت الزات ومن الذي استطاع أن يميت ذاته من أجل أن أحيا أنا وأنت؟ هو شخص المسيح لا يوجد في الكون تضحية أعظم من هذه التضحية حب بلا شروط حب برغم الخطية التي أنا منغمس فيها والملزات التي أنا أعيش فيها والأنانية التي أنا قابع فيها يأتي إلهي يأتي خالقي يأتي رب الأرباب وملك الملوك يأتي الذي معه كل شيء وله كل شيء يأتي الذي هو ملء كل شيء ليخضع نفسه تحت الصليب وتحت دينونة عادلة يستحقها الجنس البشري ويموت ويقوم منتصرا على الموت بعد ثلاثة أيام ناقلا سلطان الظلمة من على حياتنا إلى نور مملكته الأبدي أي حب مثل هذا؟ أي حب مثل هذا؟ حب ذاك الحبيب الذي أحبنا وأسلم نفسه لأجلنا مهما مدحنا ومهما سبحنا ومهما أظهرنا من كلمات حب لن نوفي حقه من أحب حتى الموت نهارده معظم القصص اللي احنا بنقولها يعني قصة في منتهل الشهرة وهي تايتانيك تايتانيك فيلم مشهور جدا الحبيب في آخر الفيلم بيموت من أجل حبيبته بيموت من أجل حب بيموت من أجل جسد أحبه على الأرض عشان هي تعيش والناس تتغنى بهذه القصص الرومانسية لكن ليس هذا هو الحب الحقيقي الحب الحقيقي هو الذي له هدف وغرض أعظم من محبة الشيء أعظم من محبة الزيت أعظم من محبة الجسد والخوف والخوف على أن يندسر هذا الحب هو بأن تموت الزيت فيظهر الحب الحقيقي عشان كده المسيح أحبنا فنحن نحبه لأنه أحبنا أولا فلا نستطيع أن نرد الصدى إلا إذا سلكنا نفس الطريق الذي يسلكه هو عشان كده هو كان واضح جدا في الدعوة اللي دعانا بيها من أراد أن يدبعني يعمل إيه فليحمل صليبه كل يوم ويدبعني فمعنى حمل الصليب ليس هو فقط ليس هو فقط المعنى الأحادي اللي احنا تكلمنا فيه كتير أو وكتير من الخدام يتكلموا فيه هو بس فقط الألام الصليب لا يحمل فقط معنى أنك تحمل ألامك أو تحمل صليبك لا الصليب معنى أن تميد ذاتك ليحيى هو لأنك بتحبه فلا تمدح ذاتك فلا تشفق على ذاتك فلا تمجد ذاتك فلا تمتدح ذاتك فلا تحتقر ذاتك حتى اللي بيحتقر ذاتك ويقود نفسه إلى الانتحار ما هذا برضو غلط ما هذا إكسترين لمنه هو يمجد ذاته فالذاته تبقى قاعدة على الكرسي أو إنه يحتقر ذاته فيذهب إلى الجحيم هذا جحيم وهذا جحيم في كلتا الحالات جحيم لكن خلونا نشوف كلام الأب متى المسكين في موضوع إنه إيه هي بغضة الزات هل بغضة الزات هو احتقار الزات يعني هل معنى أن أنا أبغد ذاتي وأبغد كل من حولي ولا أحب أحد إلا شخص المسيح ده معناه بقى يعني أني أعيش في اللاية بعيد عن كل الناس ولا أرتبط بهم تعبير من التعبيرات الرائعة للرهبان الجدد الأب متى المسكين إنك لما تميد ذاتك لأجل محبة المسيح لتتحول بها إلى محبة الناس وده معنى مهم جدا فكيف تصير خادما بدون أن تضحي وتخسل أرجل القديسين وأنت غير مستحق في ذاتك أن تفعل ذلك لكن عندما تميد ذاتك تتحول ذاتك إلى محبة الناس تتحول ذاتك إلى خدمة الآخرين تتحول ذاتك إلى سكيب محبة حقيقي لأنك صرت هنا يعني قناة إيجابية تنقل محبة الله إلى الآخرين عشان كده بيقول بغضة المشيئة الخاصة وكل ملاز ذاتها أنا حياتي أولادي مراتي كل حاجة هي ذاتي كل الحاجات دي وحتى راحتها بغضة الذات حتى راحتها وعوايدها العواد والعادات اللي أنت تعودت عليها ومصراتها حاجات بقى اللي بتبهجك ويعني بتخليك كده إنسان جميل كده يعني بالرباطات الترابية الكاذبة وكلمة الرباطات الرباطات الترابية دي كلمة مهمة جدا خدوا بالكم بغضة الذات معناها إيه بغضة الذات مش معناها أن أنا احتقر نفسي فأزوب من أجل الآخرين تعبير ده تعبير شوية مش مظبوط لكن بغضة الذات معناها إني أرتفع وأتسامى فوق ما يربطني بالتراب فأحب الروحيات وأحب السمائيات وأحب الله ليس لخوفا من نار ولا خوفا من جحيم لكن أحب الله لأنه أحبني لأنه استطاع أن يظهر محبته بإعلان كامل غير منقوس بأن تنازل الإبن الوحيد إلى أرضنا وامتزج بعالم الدموع وعالم الألم وعالم الدم ليرفعني من نجاساتي ومن شهوتي ومن عوائدي ومن ملزاتي ومن ذاتي ومن شفقتي على ذاتي ومن احتقاري لذاتي ومن تمجيدي لذاتي ليرفعني من هذه الرباطات الترابية ودي عملية ما بتتمش غير بالإفناء أن تفني نفسك بموت الزات فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا دي عملية مهمة جدا أحباء المشاهدين أحب مش بنتكلم عن نوع من أنواع اليوتيبيا ولا نوع من أنواع التأملات يعني تتأمل كده زي التمارين اليوجا لا 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 أحب مش بنتكلم عن كده خالص نحن نتكلم عن حياة تنقلك من مجرد أنك تحتقر الآخرين أو تتعامل مع الآخرين من منطلق المنفعة يعني فلان ده أتعامل معي آه طب ده هيفيدني بإيه مش هيفيدني خلاص نحتقره نتعامل مع واحد تاني فنبجله نمجده فنتعامل مع الناس من منطلق أنه ده بيحب الزات فننفخه ده بيحب المعصول فنقول كلام معصول أكتر ده بتحب مش عارف يعني تشكري في لبسها فتشكري ده كلام يا جماعة ده نفاق ورياء لقد صارت حياتنا الروحية مملوئة بكثير من النجاسات يعني بغي أن نتطهر منها يعني بغي أن نعزل أنفسنا ونعزل حياتنا من هذه الأمور بيقول واحد من الكتاب الروعين جونستوت الإيمان المسيحي هو الاستجابة العملية المطيعة لإعلان الله لذاته في المسيح تاني الإيمان المسيحي يعني الإيمان المسيحي حقيقي هو الاستجابة العملية المطيعة أنك تطيع لإعلان الله لذاته في المسيح فالحب مرتبط بالطاعة والسلوك بالمحبة مرتبط بالإيمان يعني نشرح الموضوع ده أكتر للمشاهدين بنرى منظومة متكملة عمل المسيح المحرر للذات جعلنا نحب كما أحبنا هو في يحنى 13 نجيل يحنى البشير 13-34-35 من أعظم ما قاله الرب يسوع وأريد أن نرددها دائما في حياتنا ونحفظها 13-34-35 كلنا نعرف الوصاية العشر لكن دي أول مرة الرب يسوع كان يقول وصية جديدة أنا أعطيكم هنعرفين الوصاية العشر الذي تمنعنا عن صنع الأزى وأن تمنعنا عن صنع الأزى لنفسنا أو للآخرين وصية جديدة أنا أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعد وده الجزر بتاع الوصاية العشر اللي مش هيخليك تقتل مش خليك تسرق اللي مش خليك تزني اللي يخليك أنك تحب الآخرين أن تحبوا بعضكم بعضاً وبعدين بيقول إيه؟ بهذا يعرف الجميع أنكم تلميذي إن كان لكم حب بعضاً لبعض السؤال ماذا لو فترة محبتنا وأصبحت شكلية للمسيح والناس؟ ماذا لو فترة المحبة بتاعتنا وأصبحت شكلية؟ تبقاش في حب حقيقي دلوقتي الأيام دي الناس تقول المسيحة من كسرة القطية فترة محبة الكسرين من كسرة الإثم من كسرة القطية من كسرة العالم المظلم من كسرة الفضائيات القزرة والنجسة اللي منتشرة في بيوتنا الأيام ديات صارت محبة الكسرين فاترة وكلمة فاتر يا جماعة لما عارفين كويس جداً لما كان بيتكلم البشير يوحنى في رؤي يوحنى لملاك الكنيسة بيقول له لست حاراً ولست بارداً لكنك فاتر أنا مزمعاً أبقاء يعني أنت فاتر لنت حار أقدر أستفيد منك ولنت بارد أقدر أشربك في يوم حر لكنك فاتر يعني مالكش فايدة معناها كده خلونا نقرأ في أرمية واحدة وتلاتين تلاتة يقول إيه محبة أبدية أحبابتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة فهو أحبنا محبة أبدية الآية دي بتشجع جداً لو محبتك فترة النهاردة وانت بتشاهدني في البرنامج وحنا بنتكلم عن الحب الحقيقي الحب الذي هو موت الزات الحب الحقيقي يساوي موت الزات ما تجيش النهاردة تيجي تقول لي أنا ذاتي مشفق عليها أنا ذاتي بمجدها بهنيها بريحها وانت بتقول أنا أعرف معنى الحب الحقيقي الحب الحقيقي معناه إنك تميت ذاتك عشان كده يقول محبة أبدية أحبابتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة في مراحم إلهية جماعة في أحشاء رأفات ممكن إنك تتولد من جديد النهاردة في قلبك وفي حياتك عشان كده تقدر تحب من جديد تقدر حبك يشتعل من جديد حب الإلهي فيك يشتعل من جديد الحب الإلهي ليس فقط أن تدخل الله وتقفل على نفسك لا مش بس الحب الإلهي الحب الإلهي هو أن تتجسد للفقراء والمساكين والمحتاجين الحب الإلهي هو أن تذهب إليهم وتخسل أرجلهم الحب الإلهي هو أن تميت ذاتك وما تحبه لذاتك لا تفعله بل تفعل ما تكرهه ذاتك لكي تفصلها عن رباطات الترابة التراب الكاذب فهو في محبته لا يخزلنا أبداً ولا يفشل فينا أو يأس منا قد تحزنه بخطيتك لكنه في حبه كأب محب لنا يخفر لنا ويقف بجانبنا ولا يتوقف عن محبتنا لحظة لأنه أب لأنه أب كلنا بنبحث عن الأب الكبير يمكن تكون تعاملت في صغرك من أب شرس أو قاسي ضربك لكن أباءنا البشريين استحسنوا أن يربونا بهذه الطريقة لأنهم خايفين علينا يمكن لما كبرنا عرفنا كده يقول يا دل أنا ما كنتش ترابت كنت عملت كذا يمكن ده ليس تصريح طبعاً بالضرب لكن التنشئة الحديثة طبعاً رفضت هذه الأمور لكن بدأت تحط بعض الأمور اللي فيها تقدر تعاقب ابنك بدون أن تؤذيه جسدية تحرمه من حاجات محددة محببة ليه بحيث أنك تقدر تقوم سلوكه وتعمل نوع من أنواع تعديل في البيهيب بتاعه علشان يقدر يكون شخص أكثر نضوجاً وأكثر قدرة على أنه يكون شخص محب بشكل فيه عطاء مش في شكل فيه أنانية ليه؟ لأنك لو أنت بتدلل ابنك وكل حاجة بيقولك أنا 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 فأنت كده بتعمل بتعمل إله لذاته بتقله ذاته وأنت مش داريان ولو أنت طول النهار عملت هت في ذاته فأنت كده بتكسر ذاته وأنت مش داريان فالتدليل الزائد والعنف الزائد اللي اتنين دول مدمرين اللي اتنين مدمرين يا أحباء المشاهدين علشان كده لازم نكون يعني حريصين جداً في تربية أبنائنا إن إحنا نعليهم لأنه وجود قدوة سيئة هو بالتالي إلهه هو أنت وهو صغير وهو ما بيعرفش إدراكه لأله زي ما أنت مدركه ومش بيدركه كده هو بيشوف أبو بيتصرف مع كذا فالله بالنسباله إذا كان الذي له يراه في السماء هيتصرف معه إزاي علشان كده ده خطر شديد جداً أحبائي إن ما يكونش في حياتنا في توازن والحياة المتوازنة هي أن تحب الرب إلهك من كل قلبك وتحب خريبك كنفسك وهذا لابد من وجوده في حياتك لتعلن مسيحك في عيون الآخرين فالمحبة لا تسقط أبداً وبعدين يغني يقول من سيفصلنا عن محبة المسيح رمية 8 و 31 أغنية جميلة أشدة أم ضيق أم عوري أم أم اضطهاد أم جوع أم ولا شيء يفصلنا عن محبة المسيح لأننا من أجلك نومات كل النهار من سيفصلنا عن محبة المسيح الالتصاق بمحبة المسيح هو في موت ذاتك الالتصاق بمحبة المسيح أن يعيش المسيح متجسداً في حياتك فيرى الناس المسيح بعيون جديدة يرى الناس المسيح في حياتك حياتك بعيون جديدة لا يرون المسيح فقط بمنطق أو بفكر أو بلهوت أو بتعليم أو بوعزات أو بمشاهد أو ببرامج تلفزيونية أو بفضائيات لا يروا الناس المسيح بهذه الصورة أحباء المشاهدين إن الناس يتلامسون مع المسيح من خلال تعاملاتهم اليومية مع المسيحيين قصة معروفة جداً عن غاندي عندما دخل كنيسته في الهند للكنيسة في الوقت ده كان الاحتلال البريطاني فكان معروف أنه الناس اللي هم بشرتهم مختلفة ملونين كان بيعودوا وراء ليهم مكان مخصص فغاندي لما دخل دععت في الصفوف الأولى فجاء له الناس وقالوا له بص أنت مفعش تقعد في الصفوف الأولى لازم تقعد وراء لأنك أنت ملون أنت مش أبيض فقرى غاندي بقولته المشهورة قال لأنه كان بيقرأ الإنجيل في الوقت ده وكان بيحب تعليم المسيح وتعليم المعز على الجبل سبحانس قال لولا المسيحيين لصرتوا مسيحياً ودي حقيقة لأنه لم يرى الحب الحقيقي الذي تعلمه من شخص المسيح في الكتاب المقدس لأنه رأى تعاملات غير محبة بالمرة من الناس من هو الذي أبيض وإسود لما شفنا بكل الحزن وكل الأسى شخص يدخل كنيسة في درس كتاب بيقتل الأسيس عشان فقط لأنه إسود ودرس كتاب كله مع تسع أشخاص مرة واحدة عشان إسود أعتقد أحبائي أنه هذه الأمور المسيح يحزن لأجلها بشدة ونحن كمسيحيين قد امتلقنا بأحشاء الرأفات نحزن لأجل هذه الأمور عشان كده لما بيقول في قفص واحد عدد ثلاثة ليجمع كل شيء في المسيح موضوع مهم جدا رفو بطرس الأولى يقول أنتم الذين بقوة الله محرصون ليجمع كل شيء في المسيح أن كل الأشياء من هو به وله عشان كده لما بنشوف في تعريف الأب بمثل المسكين في الحب الحقيقي هو موت الزات عايزين نفهم كويس جدا المعنى ده عشان كده عايزين نصلي من أجل زواتنا لا تشفق عليها ولا تحتقرها ولا تراعيها وتبهجها عيش بتوازن تجعل المسيح في قلبك فتفني ذاتك وتظهر محبتك للآخرين بشكل عملي أمين أمين خلونا نصلي ونختم حلقتنا لأجل هذا الأمر أبونا السماوي نشكرك يا رب على كلامك المعزي لنا محبة أبدية أحببتنا ومن سيفصلنا عن محبة المسيح نصلي يا رب من أجل كل مشاهد بيشاهد حلقتنا النهاردة أنه يكون تعلم هذا الدرس أنه أنه يكون أحبك حب حقيقي وليس فقط حب لكي تشفق على ذاته أو لكي تطيب خاطره فقط لكن حب لأنه أمات ذاته لأجل أن تعيش أنت فيه يا رب سعدنا أن نكون أواني للمجد وليس أواني للهوان فنميت زواتنا وتشكل أوانينا يا رب وتصنعنا أواني جديدة لكي يرى الناس فينا يسوع ويتزوق الناس طعم الحب الإلهي في حياتنا سمحنا يا رب على كل مرة لم نري حبك للآخرين وصل يا رب من كل قلبي لأجل كل المشاهدين ولأجل حلقة الحب الحقيقي من برنامجنا عصر الأباء تكلم أن تكون سبب باركة لكل الذين شاهدوها في هذا اليوم لك كل المجد آمين تشكركم أحبائي لأجل مشاهدتكم لحلقة النهاردة وأراكم في حلقة قادمة بمشيئة الرب الأسبوع اللي جاي من برنامج عصر الأباء يتكلم في موضوع جديد وتعليم جديد من كلمة الله النافعة لبنياننا والنافعة لحياتنا سلام المسيح معكم شكرا